من هنا ومن بوابة البيت الأبيض يخرج رئيسا ويدخل آخر ومعه عود بسياسة جديدة بعد انتصاره بالانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة أربع سنوات مضت من حكم ترامب لأمريكا كانت كفيلة برأي كثير من المتابعين لسياستها بتغيير وجه دولة العظمى داخليا وخارجيا الدولة التي نصبت نفسها لأكثر من قرن مضى مدافعا شرسا عن الليبرالية ومعتقداتها في الحريات اتهمت تجارب الديمقراطية الأخرى في العالم بالقصور حتى وصل الأمر بروادها أن يطلقوا على تجربة أوروبا مع الحريات اسم الديمقراطية العجوز أصبحت تلك الدولة الطاعنة بتجارب الحريات خلال سنوات حكم ترامب الذي وصف بالظاهرة الشعبوية وهو الرئيس المقبل من خارج أطر العمل السياسي التقليدي دولة تتصاعد في مجتمعاتها لغة التطرف وخطاب الكراهية وهي نهج للحركات اليمينية التي لطالما كانت تكن العداء للنخب السياسية والمؤسسات والنهج الليبرالي الذي سمح بالتجارة الحرة واصع فضاء العلمة وفتح بابا واسعا للمهاجرين الذين بات لهم دور مهم في أمريكا وأوروبا ما دفع الحركات اليمينية للنشاط وسط أجواء سهل وجودها سياسيون جدد من خلال خلق بيئة ملائمة لتوسع ذلك النشاط أمريكا التي أصبحت وجه العالم الحديث على أكتاف المهاجرين التي احتوت جغرافيتها بشرا من بقع شتى وكونت هويات الدولة المركبة باتت سياستها في ظل ترامب تأخذ منحا عدائيا من القادمين الجدد على اختلاف ميولهم ودياناتهم وهو أمر يهدد في مؤشراته مبادئ الليبرالية ووجودها حتى إن الرئيس الجديد صرح مع حملة الانتخابية بأن البيت الأبيض فقد هيبته وآن علينا أن نستعيدها فهل باتت مبادئ الديمقراطية والحريات في أوروبا وأمريكا تتجه نحو الانحسار في ظل تصاعد خطاب الكراهية أم أن الرئيس الجديد يحمل في مشروعه السياسي نهجا مغيرا يعيد تلك المفاهيم وقوانينها إلى طريقها في أمريكا التي تتأثر أوروبا والعالم برياحها